يسعد مساكم مشاهدينا مشاهدي بيت للكل ويسعد مساكم زملائي معكم في هاي الفقرة مكملين لنتحدث عن الحكاية الشعبية اللي هي أكيد جزء من الموروث الثقافي العربي لكنها شوي بتمتاز بخصوصيتها بفلسطين بحكم التنوع الجغرافي البيئي والأمكن المتنوعة واللهجات وكمان لأنه فصول الحكاية الفلسطينية مختلفة عن بعض الدول خاصة لما منحكي عن الحالة اللي جعلت الحكاية الشعبية جزء من مقاومة الفلسطين المستمرة وحالة التأريخ لكل يوم في حياته خلونا نحكي أكتر عن الحكاية الشعبية مع المختص فيها حمزة الأقربة ويسعد مساك حمزة أهلا وسهلا تيك في بيت للكل أكيد يعني مشاهدينا في العالم العربي طول الوقت بحاجة أنهم يعرفوا أكتر عن فلسطين وعن الحكاية الشعبية في فلسطين إيش بيميزها؟ يسعد مساكي ومساء المشاهدين جميعا في عالمنا العربي أهلا وسهلا فيك بلا شك يعني الحكاية الشعبية الفلسطينية هي امتداد للحكاية في بلاد الشام والعالم العربي هناك تداخل وتشابك في الحكايات في فلسطين الأردن سوريا لبنان العراق مصر وعموم الوطن العربي كما أسلفتي في خصوصية لعلاقة بالبيئة والجغرافيا والحالة النضالية فالحكاية الفلسطينية على تنوحها وعلى شموليتها وعلى عفويتها وعلى بساطتها وعلى رمزيتها إلا أنه فيها خصوصية التحميل بأرث البطولة والحالة النضالية بنلكى في الحكايات الشعبية نوع نوع الفداء والبطولة نوع التضحيات بنعرف في الحكايات العربية والفلسطينية السير أبو زيد الهلالي بضبط أنا كنت أسألك عن هذا الموضوع يعني هل اعتمدت الحكاية الشعبية على موضوع فقط الموروث ولا إنها وكيف وظفتوا موضوع السيرة البطل حلو يعني مثلا إحنا بنعرف في العالم العربي أبو زيد الهلالي عنطر بن شداد حمز البهلوان سيفي بن ذيازان الأميرة ذات الهمة وهذه من السير الشائعة في فلسطيني بتلك سير أخرى لأبطال ومناضلين ناس اللي هم بعد أسطوري زي أبو جلدي اللي تكاد تكون سيرته ذا بعد ملحمي مغنى ومحكي وقصصي ففي الحكاية الفلسطينية الشعبية الخرافية كمان بنلكة ثيمة البطل البطل اللي دائما حاضر بقارع الاحتلال اللي بتشبث في أرضه و بتمسك بشجره و بصموده فطبيعي أن نجد نكهة المجتمع والبيئة الفلسطينية حاضرة في حكايتنا بجوز تركيزنا كحكواتيين على الحكايات في السياق الفلسطيني بركز على نوع الحكايات اللي فيها رمزية الأرض فيها رمزية الانتصار المغلوب على المحتل رمزية عودة الحق لصاحبه الرمزيات اللي بتعبر عن حالتنا الفلسطينية فعشان هيك يعني تعيش الحكايات اللي بتخدم ذاكرتنا هويتنا على ألسنة الحكاواتيين في كل فلسطين وبتم تداولها لأنه هي محملة بالأمل أمل نصر الخير على الشر نصر صاحب الحق على المحتل فلهيك يعني نوع الحكايات الأكثر تداولا اليوم على ألسنة الحكاواتيين هي الحكايات اللي فيها النكهة والروح والطبع والعادة والمزاج الفلسطيني الله يعني بالفعل هي حالة احنا منعيشها كل يوم وكمان ما متحدث عن فلسطين هي بلد المواسم يعني بلد الحصاب بلد الأرض بلد الزراعة حتى يعني بجوز امتداد الحكاية الشعبية كان الزجل الفلسطيني اللي كان يلخص كل هاي الحالة هاي مكونات متحدث عن شجرة الزيتون متحدث عن أشياء المقدسة البطولة الفرح الاحتلال النضال وهي المكونات كل هاتها اجتمعت في الحكاية الشعبية كيف كيف تم ذلك كيف وظفتوه يعني شوف يعني لما بنحكي عن السياق الفلسطيني احنا مجتمع زراعي احنا فلسطين كان فيها ألف قرية قبل قبل النكبة الاحتلال هجر خمسمائة قرية وأبقع خمسمائة المدن الفلسطيني ايضا هي مدن بتعتاش او بتعيش على دورة انتاج الريف فاحنا مجتمع زراعي مجتمع بفلح الارض وبعيش على خيراتها وعندنا موسمين اساسيات بحلق فيهن المجتمع الفلسطيني موسم الزيت وموسم القمح عشان هيك بقولوا القمح والزيت سبعين في البيت واذا عندي قمح وزيت صحاجته اغنيت فكمان الحكاية الشعبية بتنبع من الارض تماما مثل موسمنا وبتعبر عن الطقوس بنلكى الزيتون حاضر في حكايتنا فيه قصة قصيرة هيك رمزية جدا يعني بتدلل فلاح كان عنده ارض وعنده زيتونات فزهق من الفلاحة تعب فقل الزيتونات من بكرة بدي ابطل اجي احرضتن ودار ظهره بدي روح صحت عليه الارض زيتونات وكله بهمش راح نظل نعطل ونجوت فاطلع بين الاستغراب وبين بس انا من بكرة بدي ابطل اجي اقلمتن بدي ابطل اقص اليباس فقالت له زيتوناتو بهمش راح نظل نعطل ونجوت رد اطلع وقلها بس انا من بكرة لا بدي احرض ولا ردين علي الزيتونات بهمش راح نظل نعطل ونجوت فقال له ارضه من بسرة بدي ابطل اجي عليكي بدي ابطل امشي فيكي ودار ظهره بدي روح فصحن زيتوناتو هي فلاح وقف تقول لك ساعتها احنا خربنا لانه بنعطي من ريحتك لانه بنعطي من نفسك فهي الحكاية برويها الاب لابناؤه الجد لأحفاده في المجتمع الفلسطيني هي مش بس حكاية تسلية هو بوصر رسالة في القصة في الحكاية لتحمل الاجيال هذا الارث هذه الروح بالتمسك بالارض اللي هي محور صراعنا مع الاحتلال الصهيوني لهيك بتمرجلوا على اقتلاع شجرة الزيتون وبيستبسل في زراعتها بشكل يومي اكيد يعني بالفعل فكرة شجرة الزيتون ورمزيتها في حكاية الفلسطينية هي نفس رمزية الارض احنا كل يوم عم نسقيها من دمنا من عرقنا من الحب من الحالة اللي متمسكة فيها يعني هما عم بقلعوا شجرة احنا عم نزرع مية فهذا جزء من حالة الامل اللي بنعيشها كل يوم كمان خليني اخذ من هاي القصة يعني واطلب منك كمان تسمعنا هيك حكاية شعبية ضل مرتبطة ولا زالت مرتبطة في اذهبنا طيب انا ممكن احكيه دهليز حكاية شعبية بالمحكية الفلسطينية بالدارجة قلنا وقلكم منا ومنكم من واحد والواحد الله قلوا لا اله الا الله والمسلم يصلي على طاها نبيه والمسيح يمجد عيسى سيده وشلما على دينه الله يعينه يا سادة يا سادة يا مادة يا زيني كل السادة يلي في بيت للكل تسمعوا الاحشاية نوصيكم القهوة تنشرب سادة والشاي ما ينشرب الا سكر زيادة يا سادة صلوا عن نبيه بزيادة الله صلى الله عليه وسلم عن شقارك عن بقارك عن دكاكين العبي عن خياطين المعالك عن حتي عن بتي عن جعفر البرمتي عن طاك عن طرنطاك عن خاروف معلك في باب الزكاك على ذمت الراوي والعنب المراوي والنار والنور والصاج والتنور وزنبوعة البريك وحافر لحمار العتيك اني شف تلت يا ياسمين شوفة بتطير العكل من الراس الله شفت برغوث كد الأرنب شوف التذب ماليش عليه وانشان التذب ملح الرجال شفت برغوث كد الأرنب زكطته وسرجته وعلى ظهره صرت رتب للبرغوث قطعت على ظهره لبلاد مين المشرك للمغرب وغاص في البحر غاص غاص لكبرص ما وسطت المية اللي عند الارتشاب ستبكيتني طبعا لأنه ما بينشر هالحشي غير كليل العكل سقيع الذكن بياع المتانس في سوق العصر الصبح لما جيت على الستوديو أول اشي عملته البست الغيمة تنطور وتزنرت في الميذنة وحطيت الجامعة تحت باطي قلت يا دايم عيننا حج السدك على باب الستوديو شفت لكم ديج بايد سلي وورا سبعة ثمان سيصان ديك وعمية بتخيط برفع خيطان ومترسح بتتشابط على الحيطان وخرسة بتحكي إشي كان وإشي ما كان قلت أفوت على الستوديو وخرفها للخرفية قبل ما تأخر عليكم وطار الطير الله يمسيكم بالخير الله يمسيك بالخير يا رب تسلم يعني بالفعل الحكاية الشعبية بتذكرنا بأجمل حالة فلسطينية وبتزرع البسمة على بقلوبنا وعلى شفاها كمان كل شكر إليك حمزة لانضمامك معنا وأكيد مشاهدينا احنا خلصنا فقرتنا من فلسطين نرجع لزملائي في الستوديو